أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مدينة تشرم الشيخ مدينة خضراء وتوجيهات بسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المستثمرين السياحيين وذلك لمتابعة مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة تشرم الشيخ وذلك استعدادا لعقد الدور السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ والمقرر انعقاده في المدينة في نوفمبر القادم وقد أشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية وهو ما تعمل عليه الحكومة على تنفيذ الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمي